بلاد في حالة حرب يبدو فيها البعد الإقليمي والدولي أشد وضوحاً من الأبعاد المحلية ومع ذلك يعاني جهازها الدبلوماسي شللاً تاماً يثير التساؤلات حول المسؤول عنه وأهدافه قرابة ثلاثة أشهر على شغور منصب وزير الخارجية اليمني بعد تقديم خالد اليمان استقالته ورغم الأداء الجيد الذي يقدمه نائبه الحضرمي كقائم بالأعمال إلا أن ذلك يبدو مدخلاً مناسباً للحديث عن ملف الدبلوماسية اليمنية في هذه اللحظة الحارجة يؤخذ على الدبلوماسية اليمنية إخفاقها في تصدير الأزمة الأخيرة مع دولة الإمارات وتصعيدها إلى مواجهة دبلوماسية في الأروقة الدولية فحدث بحجم اعتداء عسكري ودعم الانقلاب على السلطة الشرعية في اليمن كان بحاجة لتصعيد دبلوماسي على أعلى المستويات والدفاع عن موقف الدولة اليمنية ومحاصرة الأدوار الإقليمية التخريبية وفي مقدمتها الدور الإماراتي يقول مقربون من دائرة صنع القرار إن سياسة الرئيس هادي تجاه مؤسسات الدولة أفقدها الرؤية والقدرة على اتخاذ القرار وهو ما تجل واضحاً في أداء المؤسستين العسكرية والدبلوماسية منذ توليه سدة الرئاسة حتى اللحظة في حين تبدو العلاقة بين اليمن والإمارات وقد وصلت لأعلى درجات التأزم كان من اللافت أن الموقف الأكثر تصعيداً جاء من جانب الطرف المعتدي وهو الإمارات فيما اختارت الدبلوماسية اليمنية نهجاً لا يتناسب مع حالة تهدد السلطة الشرعية بالزوال والدولة اليمنية بالتفكك في الوقت الذي يفترض أن حالة كهذه تنقل العمل إلى مرحلة أعلى من التعاون بين رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية إلا أن حالة الشلل التام أبقت الوضع عند مستوى البيانات وبالإضافة إلى مشكلة غياب وزير خارجية في هذا الظرف فإن ضعف أداء السفارات في عواصم القرار الدولي يلقي بمزيد من الشكوك حول دور الرئيس هادي وجهازه وسط اتهامات أن الكثير من السفراء باتوا مؤيدين للمجلس الانتقالي ويعملون ضد السلطة الشرعية أو على الأقل لا يمثلونها يدافع الدبلوماسيون عن هذه الحالة بأن غياب دور وزارة الخارجية ليس سوى انعكاس لغياب الفاعلية في رأس السلطة وهو ما يعيدنا إلى السؤال الرئيسي ما الذي يفعله الرئيس هادي